بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فإن كتاب الجامع الصغير من حديث البشير النذير للحافظ السيوطي من أجمع كتب الحديث مادة وأغزرها فائدة وأقربها تناولا وأسهلها ترتيبا فلا غرابة أن سارت به الرتبان وتداولت أيد العلماء والطلاب في كل زمان ومكان على اختلاف درجاتهم وتباين مشاربهم وتباعد اختصاصاتهم فلا يكاد يستغني عنه المحدث فضلا عن الفقين والخطيب بل هل أديم ولذلك تعددت طبعاته وكثر شراحه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يسعد مؤسسة أحد الإسلامية أن تقدم مختارات من الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير وزيادة لخاتمة الحفاغ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله إخوتنا وأخواتنا السلام عليهم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد فهذه مجموعة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اخترناها من الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير وزيادة للإمام السيوطي راعينا في اختيارها أن تكون مما دون في كتاب المحدث المحقق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني صحيح الجامع الصغير وزيادة من الطبعة الثانية لعام ألف وأربعمائة وستة فجرية نسأل الله تعالى أن يجزي الإمام جلال الدين الصيوطي والمحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني خير الجزاء وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما كما نسأله تعالى أن يتقبل هذا الجبل وأن لا يفرمنا الأكدر وسوف تصدر هذه المختارات في عدد من الأشرطة بإذن الله تعالى مع تحيات مقدمها حمد بن محمد الدرين وصلى الله وسلم على نبينا محمد والآن مع الشريط الأولى بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شكت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرى على وجوههما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة فإذا جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين فترفع له شجرة فيقول أي رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول الله يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها فيقول لا يا رب ويعاهده أن لا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة أخرى هي أحسن من الأولى فيقول أي رب أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها فيقول لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها فيعاهده أن لا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأولين فيقول أي رب أدنني من هذه فلأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها قال بلى يا رب أدنني من هذه لا أسألك غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنة فيقول أي رب أدخلنيها فيقول يا ابن آدم ما يعريني منك أيرضيك أن أعطيت الدنيا ومثلها معها فيقول أي رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين فيقول إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آكلوا الربا وموكلوا وكاتبه وشاهداه إذا علموا ذلك والواشمة والموشومة للحسن والاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ما العونون على رسال محمد يوم القيامة عن عمر بن مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل كما يأكل العبد فوالذي نفسي بيده لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا كأسا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بثلاث وأنهاكم عن ثلاث آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وتسمعوا وتطيعوا لمن ولاه الله أمركم وأنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتِحَرْتَكَ أن ناشئت وأطعمها إذا طعمت واكسُها إذا اكتسيت ولا تقبِّح الوجه ولا تضرِب عن ابن عُمَرَ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتَدِموا بالزيت والدهِنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتَدِموا من هذه الشجرة يعني الزيت ومن عُرِض عليه طيبٌ فليُصِب منه عن ابن عُمَرَ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتُ الدعوة إذا دعيتم وعنه رضي الله عنه قال ائذَنُوا للنساء أن يُصَلِّين بالليل في المسكِد عن عُبادة بن الصامِت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أُبَايعُّكُم على أَنْ لَا تُسْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِكُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٌ فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا فَأُخِذَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ وَطَهُورٌ وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهِ فَذَٰلِكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلُّ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ عن جابرٍ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم عن جبيض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا عن أم العلا رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشره أبشر يا أم العلا فإن مرض المسلم يذهب خطايا كما تذهب النار خبث الحديد عن عائسة رضي الله عنها قالت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إبغون الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن آدم ستون وثلاثمائة مفصل على كل واحد منها في كل يوم صدق فالكلمة الطيبة يتكلم بها الرجل صدق وعون الرجل أخاه على الشيء صدق والشربة من الماء يسقيها صدق وإماطة الأذى عن الطريق صدق عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا الإيمان يمان والحكمة يمانية والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوباً أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين وفيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئاً عن أبي طلحة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من عند ربي عز وجل فقال من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات ورد عليه مثلها عن أبي عسير قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل بالحمى والطاعون فأمسكت الحمى في المدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة لهم ورجس على الكافرين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد اشتكيت قلت نعم قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسد بسم الله أرقيك والله يشفيك عن أبي طلحة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد أما يرضيك من جابر رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارق وعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس وعن عبد الرحمن بن خمبش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد قل قلت وما أقول قال قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين قال يا محمد من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين قال ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أتاني جبريل من عند الله تبارك وتعالى فقال يا محمد إن الله عز وجل يقول إني قد فرضت على أمتك خمس صلوات فمن وافى بهن على وضوئهن ومواقيتهن وركوعهن وسجودهن كان له عندي بهن عهد أن أدخله بهن الجنة ومن لقيني قد انتقص من ذلك شيئا فليس له عندي عهد إن شئت عذبته وإن شئت رحمته عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء قولوا اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك عن أم هانئ رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا الغنم فإنها بركة وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذي غنما فإنها تروح بخير وتغدو بخير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار عن نبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقِد الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقِد الله ولا تحقِرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسبي وأن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط وإياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة ولا يحبها الله وإن امرء شتمك وعيرك بأمر ليس هو فيك فلا تعيره بأمر هو فيه ودعه يكون وباله عليه وأجره لك ولا تسبن أحدا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقِي المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جاركتكم مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشحة فإن الشحة أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم عن سهل قال قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا في أولادكم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وصلوا أرحمكم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا المجذوم كما يتقى الأسل عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمر فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام يقول الله وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرار عن أنص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب عن أنص رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم اتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن من الصف المؤخر وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت ليلة أسريبي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار كلما قرضت وفت فقلت يا جبريل من هؤلاء قال خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن إن الله يبغض الفاحش المتفحش البذيء عن ابن عمر رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما عبد آبق من مواليه حتى يرجع وامرأة عصت زوجها حتى ترجع عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إثنان يعجلهم الله في الدنيا البغي وعقوق الوالدين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إثنتان في الناس هما بهم كفر الطعم في الأنساب والنياحة على الميت عن محمود بن لبليد قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إثنتان يكرههم ابن آدم يكره الموت والموت خير له من الفتنة ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب عن عائشة رضي الله عنها قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إثنتان تدخلان الجنة من حفظ ما بين لحييه ونجليه دخل الجنة أو وحشي بن حرب قال 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 اجتمعوا على طعمكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه عن قتابة قال 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 الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا الكبائر وسددوا وأبشروا عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القادورات التي نهى الله تعالى عنها فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا حتى يقضي المتوضئ حاجته في مهل ويفرغ الآكل من طعامه في مهل عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجيبوا هذه الدعوة اذا دعيتم لها عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن والحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله عن عم معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الأعمال إلى الله أن تموت ورسانك رطب من ذكر الله عن رجل من خفعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الأعمال إلى الله ايمان بالله ثم صلة الرحم ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأبغض الأعمال إلى الله وأبغض الأعمال إلى الله الإشراك بالله ثم قطيعة الرحم عن نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الجهاد إلى الله عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الجهاد إلى الله كلمة حق تقال لإمام جاء عن المسور بن مخرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود وكان يسوم يوما ويفطر يوما وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام ثلثة عن جابر رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي عن الحسن رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب العباد إلى الله تعالى أنفعهم لعيانه عن سمرة بن جند رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله تعالى أرضا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا يضرك بأيهن بدأت ترجمة نانسي قنقر